نقطة دالة رابعة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلا إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث إذا ما عمل الشيعة بعكس ذلك هذا يعني أن ولادتهم لن تطيب وستكون خبيثة فالإمام زمان غيبته أباح الخمس لشيعته هو الذي يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لماذا؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث لا يدحكون عليكم يقولون هذا الخمس الذي يتعلق بالمناكح بالزواج لا وجود لأي كلام يدل على هذا لماذا؟ لم يقل الإمام صلوات الله عليه وأما خمس المناكح مثلا الذي يتعلق بالمناكح لتطيب ولادتهم ولا تخبث طيب الولادة لا يتعلق بخمس المناكح فقط فطيب الولادة يتعلق بأمور كثيرة جدا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث قبل هذا الإمام قال وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا أموال خاصة لهم صلوات الله عليهم وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران هذا العنوان لا نستطيع أن نتبينه لأننا لا نستطيع أن نشخص مثلا هذه الأرض هي لصاحب الزمان قد تكون لصاحب الزمان لكننا لا نملك دليلا على ذلك أو هذا البستان أو هذا المال لذا هذا عنوان مجمل أما الخمس قضيته واضحة الجهة التي تخالف إمام زماننا جهة غاصبة والجهة التي تلتزم بهذا الحكم وتدعو إليه وتنشره هي الجهة التي يمكن أن ينطبق عليها ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأمرنا أبين من هذه الشمس والله لأمرنا أبين من هذه الشمس إذن هذه نقطة دالة واضحة الكتاب الكريم في سورة التوبة وفي الآية الرابعة والثلاثين جاء في صدرها في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وهذا بالضبط ما تفعله المرجعية الطوسية في النجف سبيل الله هو دين علي وآل علي الآية 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 التي قبلها الآية الثالثة والثلاثون من آيات سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآية في أفق من آفاقها في قائم آل محمد وفي أفق آخر في الرجعة العظيمة في أفقها في قائم آل محمد مباشرة تأتي الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبثني زمان الغيبة ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله عودوا إلى سورة التوبة وتدبروا فيها الآية الثالثة والثلاثون هي في شأن قائم آل محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله متى سيظهر دين محمد على الدين كله عند ظهور قائمهم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وماذا يفعلون ويصدون عن سبيل الله يحاربون حديث العترة الطاهرة يشككون في مقامات أهل البيت ينسبون النقائص لمحمد وآل محمد كتب مراجع الشيعة تشهد بذلك عقائد مراجع الشيعة في النجفي أتحدث عن المرجعية الطوسية المرجعية البترية اللعينة من زمن الطوس وإلى يومنا هذا كتبهم كتب ضلال يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل يأكلون أموال الناس بالباطل لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمس لشيعته وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لماذا فعل إمام زماننا ذلك لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذه إباحة للخمس لكل ما يقال له خمس لا يضحكون عليكم من أن الموضوع يرتبط بالمناكح فقط هؤلاء لصوص وهذا الكلام ينسجم مع آيات سورة التوبة ها هو الإمام هنا يبيح الخمس لشيعته لكن على أرض الواقع المراجع الطوسيون البتريون يضحكون على الشيعة يقولون لهم إن الأموال هذه وهي في جيوبكم في جيوب الشيعة أموال الإمام لكنها حين تنتقل إلى جيب المرجع وإلى جيوب أولاده وأصغاره وأحفاده تتحول هذه الأموال بقدرة قادر إلى مال مجهول المالك وحق الحسين هذا هو الذي يعملون به وهذا هو الذي في كتبه وقد تحدثت عن هذا الموضوع كرارا ومرارا حتى سئمت من الحديث عنه هذه علامة دالة الجهة التي تأخذ الأخماس من الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي ومن هنا قلت لكم من أن أول راية من الرايات المشتبهة هي الراية السيستانية وهي أكبر الرايات هذه النقاط الدالة على الأقل من وجهة نظري هي التي تشخص الجهة التي قال عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه والله لأمرنا أبيل من هذه الشمس طبقوا هذه العلائم علائم السير هذه النقاط المضيئة هذه النقاط الدالة هذه طبقوها على أرض الواقع ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يحدثنا عن أكثر مراجع الشيعة الضالين المضلين لأن الإمام مدح القليل من مراجع الشيعة حينما قال فأما من كان من الفقهاء أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة أقرأ عليكم من الحديث مية وثلاثة وأربعين الذي يبدأ في صفحة ميتين وواحد وسبعين وينتهي في صفحة ميتين وخمس وسبعين حديث طويل من جملة ما جاء فيه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميع في نسخة وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم وفي نسخة أخرى وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم بعض البعض القلة الأكثرية هم ضالون مضلون الحديث عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى زمان الغيبة الكبرى لأنه في زمان الغيبة الصغرى النواب الخاصون موجودون وهم الذين يشخصون الفقهاء الشيعة وفي زمان الأئمة الأئمة موجودون إذن نحن في زمان لا فيه إمام معصوم ولا فيه نيابة خاصة إنه زمان الغيبة الكبرى من هنا يقول الإمام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إنهم القلة القليلة الأكثرية وهم الذين يتسلطون على الناس المنهج الأكثر إنه منهج الطوسي ولا يخالفه أحد في النجف ولا في كربلا إذن الجميع هؤلاء هم الذين يقول عنهم إمامنا الصادق وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ثم يقول عنهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون هؤلاء نواصب نواصب الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون رايات مشتبهة مشتبهة تشتبه على الشيعة وهؤلاء أيضا يشبهون على الشيعة من أنهم أولياء الحجة بن الحسن وهم ينكرون توقيعاته ينكرون هذا التوقيع السيستاني ينكر هذا التوقيع الخوعي ينكر هذا التوقيع والبقية لكي يتخلص من قضية الخمس كي يقول هذا التوقيع توقيع ضعيف فحينئذ لا نعبأ بما جاء فيه بخصوص الخمس يضحكون عليكم يا أيها المضحكة وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا ضعفاء لأنهم قد أخصوا عقولهم هؤلاء ما هم بضعفاء الأبدان أو بضعفاء السمعة والصيت بين الناس أو بضعفاء الجيوب هؤلاء ضعفاء العقول حتى لو كانوا من الأكاديميين ومن أصحاب الشهادات لأنهم استسلموا لهؤلاء الشياطين وهؤلاء قاموا بإخصاء عقولهم يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب أبرز صفات هؤلاء يهلكون من يتعصبون عليه ما أنا الذي أقول الإمام الصادق هو الذي يقول يهلكون من يتعصبون عليه الذي يخالفهم حتى لو كان على الحق يهلكونه يهلكونه ماديا بقتله أو معنويا بقتل سمعته بالتضييق عليه يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان هذه الأموال التي يسرقونها من الشيعة يترفقون يترفقون بها على من على هالهتلية اللي داير ما دايرهم اللوقية اللحاسية العظامة اللقامة الحبر بشية هذه مجموعات الهتلية اللي داير ما يدورهم ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة أنا أسأل أصحاب العمائم في النجف وكربلاء هل تعرفون مرجعا واحدا لا تجيبوني أنا أعرفهم جميعا هتلية أنتم أجيبوا أنفسكم هل تعرفون مرجعا واحدا لا تنطبق عليه هذه الأوصاف فيما بينكم وبين أنفسكم أنا لا أريد جوابا منكم لسنا محتاجا لإجاباتكم أنا ذول أعرفهم كلهم إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيئ أعرف بيهم هتلي يكل أو شي يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة هذا كلام صادق ما هو كلامي طبقوا هذا على أرض الواقع ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة لأن الكلام جاء في سياق النص هكذا وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة هؤلاء هم أصحاب الخمس بالضبط هم 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 الذين يخالفون أحكام صاحب الزمان هذا هو حكم صاحب الزمان وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الذين يأخذون الأخماس والذين يدفعون الأخماس ستخبث ولادتهم لأنهم يخالفون الإمام وحينما يخالفون الإمام فإن ملاك الحكم سيكون منعكسا حينما يأتي الأمر بوجوب الإفطار في شهر رمضان في السفر فيأتي شخص ويصوم هذا الصيام سيكون لعنة عليه هذا الصيام سيسود قلبه الملاك سينعكس لأن الله مثل ما يريد منا أن نطيعه في العزائم الواجبات يريد منا أن نطيعه في الرخص في الإباحات فصاحب الأمر مثل ما يريد منا أن ندفع الأخماس في وقت وجوبها يريد منا أن لا ندفع الأخماس في وقت إباحتها فإذا دفعنا الأخماس فإن الملاك سيكون منعكس الذين يدفعون الأخماس ستخبث ولادتهم ولا تطيب لأنهم يخالفون حكم الإمام هذا هو حكم الإمام وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلا تأكيد هبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا إلى أن يظهر الإمام لتطيب ولادتهم ولا تخبث ملاك الحكم هو هذا طيب الولادة فحينما نعاند الإمام في حكمه فإن الملاك سيكون منعكسا ستخبث الولادة وإن كان الوقاع بين زوج وزوجة وفقا لدين محمد وآل محمد ستخبث الولادة حينئذ بالنسبة لدافعي الأخماس وبالنسبة للذين يستلمون الأخماس على أنهم نواب لصاحب الزمان وبالمناسبة طيب الولادة وخبث الولادة لا يكون فقط عند انعقاد نطفة قد يولد الإنسان بولادة طيبة ولكن ولادته ستخبث بعد ذلك والأمر هو هو قد يولد الإنسان من الزنا ولكن لصلاح حاله قد تطيب ولادته بعد ذلك الأمر كله بيد صاحب الأمر وذل كل شيء لكم ما هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ذل كل شيء لكم فما قيمة أن طيب الولادة تخبث ولادته بعد ذلك أو أن خبيث الولادة تطيب ولادته بعد ذلك وذل كل شيء لكم وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا عربية واضحة هذا الحكم لماذا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الإمام يتحدث عن كل الخمس وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لماذا هذا التحليل لكل الخمس لتطيب ولادتهم ولا تخبث الذين يشرعون الخمس ستخبث ولادتهم والذين يدفعون الخمس ستخبث ولادتهم لماذا لأنهم يعاندون صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هذه علامة واضحة طبقوها على الواقع الشيعي واجمعوها مع العلامات السابقة ستعرفون الجهة التي ينطبق عليها هذا العنوان والله لأمرنا أبين من هذه الشمس هذه الجهة ستكون موجودة زمان الرايات المشتبهة الإمام هكذا حدث المفضل بن عمر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر